بسم الله الرحمن الرحيم نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات 2 نحن الآن في الباب الثالث Memory Organization وفيه ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 3 Lecture 6 Logical to Physical Address Mapping هذا الدرس عن المواءمة بين العناوين الفيزيائية والعناوين المنطقية في هذا الدرس نتعرف على هذه المصطلحات أولا نتعرف على ما هي السيجمينس ثم ثانيا نعرف البيجز والبلوكس والويرز ثم نعرف مما يتكون اللوجيكال أدريس وأخيرا كيف نعمل المواءمة أو المابين في نظام السيجمينتد بيج أولا نبدأ بهذه المصطلحات سيجمينس بيجز 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 ما هو السيجمينس مجموعة من التعليمات أو من البيانات لها علاقة منطقية مع بعضها البعض ويخصص لها اسم محدد مثل السبروتين أو اليوزر بروغرام هذه نسميها سيجمين اللفظ صفحة يطلق على مجموعات من العناوين من نوع الأدريس سبيس لها نفس الحج وعرفنا في درس سابق ما هو الأدريس سبيس وما هو الفرق بينه وبين الميموري سبيس إذن مجموعة من الأدريس سبيس لها نفس الحجم نسميها بيتش وبالمقابل مجموعة من الميموري سبيس لها نفس الحجم نسميها بلوك إذن مجموعات من الميموري سبيس بحجم متساوي نسميها البلوك أيضا الترم بيتش فريم يستخدم أحيانا للتعبير عن البلوك فنجد بيتش في الأدريس سبيس وبيتش فريم في الميموري سبيس والبيتش فريم يمكن أن يسمى أيضا بلوك البيتش والبلوك دائما نجد داخلها مجموعات لها طول معين من البيتس تسمى كلمات ويرس إذن الويرس هي مجموعات ذات عدد من البيتس متساوي نجدها داخل الصفحات أو البلوك طيب ما هو اللوجيكل أدريس اللوجيكل أدريس هو الأدريس الذي يتولد عن طريق برنامج بنظام السيجمينتي برنامج بنظام القطاعات هذا العنوان المتولد يسمى اللوجيكل أدريس دائما اللوجيكل أدريس له variable length segments أو ينتج أو متعلق بvariable length segments بينما الvirtual memory system دائما متعلقة بfixed page size إذن في نظام الvariable length segments دائما نجد اللوجيكل أدريس وفي نظام الفيكس بيج سايز دائما نتحدث عن الvirtual memory من مسؤولية الميموري منيجمنت يونيت أو وحدة إدارة الزاكرة إنها توائم أو توافق بين اللوجيكل أدريس والفيزيكل أدريس مثل ما يحدث في الvirtual memory طيب كيف تتم المواعمة؟ نتحدث هنا عن الsegmented page mapping mapping of what؟ mapping of logical addresses في الaddress space to physical addresses في الميموري space mapping من هنا إلى هنا من اللوجيكل أدريس إلى الفيزيكل أدريس طيب نظام المابن نستخدم فيه جدولين جدول يسمى segment table هذا هو وجدول يسمى page table هذا هو كيف نستفيد من هزين الجدولين؟ ننظر أولا إلى الحقول التي تكون اللوجيكل أدريس كما نرى يتكون اللوجيكل أدريس من ثلاث حقول حقل segment، حقل page وحقل where في هذه الحقول الثلاث دائما ما نجد hexadecimal numbers سنفرض بعض النمبر في هذا المثال لنرى كيف يتم المابن لنفرض أنه كان عندنا في حقل segment الرقم أربعة وكان عندنا في حقل البيتش الرقم 03 وكان عندنا في حقل الويرد الرقم 2B كل هذه الأرقام hexadecimal كيف نستفيد من هذه المعطيات لنعمل مابن بين اللوجيكل أدريس والفيزيكل أدريس أولا، segment number اللي هو الرقم أربعة يأخذنا إلى segment table ليذهب بنا إلى العنوان رقم أربعة لهذا segment table عندنا عناوين one, two, three, four هذا العنوان رقم أربعة بسبب هذه الأربعة نجد في segment table رقم داخل هذا العنوان نجد هنا رقم لنفرض أننا وجدنا هنا الرقم 16 هذا الرقم 16 الذي وجدناه في العنوان أربعة يمثل أساس للصفحة كيف نستفيد من هذا الأساس؟ نأخذ هذه ال 16 نجمعها إلى الرقم الموجود في البيتش في حقل البيتش وهو 3 ليصبح الناتج 19 ما هو 19؟ 19 هو عنوان يجب أن نسهب إليه في البيتش table لنتحصل على البلوك إذن هذا البيتش table فيه عناوين قد تكون 00 01 حتى نصل إلى صفر حتى نصل إلى التسعتاشر في هذا التسعتاشر سنجد بلوك والبلوك ينفرض أننا وجدنا البلوك 015 هذا بلوك وصلنا إليه عن طريق العنوان رقم 19 في البيتش table وما هي التسعتاشر هي مجموع الرقم الموجود في حقل البيتش الثلاثة زائد أساس الصفحة الذي وجدناه من السيجمنت table طيب وصلنا إلى البلوك 015 في البيتش table نكتب البلوك قبل الويرد لنتحصل على الفيزيكال الأدرس طيب البلوك هو صفر 15 والويرد هو هذا 2B نكتبهم بالقرب من بعض هكذا إذن المكون الكامل هذا 0152B هو الفيزيكال أدرس الذي يجب أن نذهب إليه في المين ميموري المين ميموري مثل هذا ذاكرة فيها عناوين قد تبدأ من صفر 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 وتذهب إلى أقصى حد في الميموري الذي يهمنا هنا أن العناوين التي كلها تبدأ بالصفر تعطينا بلوك 0 وهكذا حتى نصل إلى العناوين التي تبدأ بالرقم 15 فنسميها بلوك 15 لماذا بلوك 15 لأننا وجدنا هنا الرقم الصفر 15 إذن هناك داخل هذا البلوك عنوان محدد هو الفيزيكال أدرس مابد تزولوجيكال أدرس ما هو هذا العنوان المحدد والذي وصلنا إليه وهو 0 1 5 2 بي هذا هو الفيزيكال أدرس المنشود إذا نذهب لنرى ماذا يوجد داخل هذا الفيزيكال أدرس فنعرف إن اللوجيكال أدرس 403 2 بي يوائم أو يطابق الفيزيكال أدرس 0 1 5 2 بي ونقرأ البيانات التي هي عبارة عن 32 بيت ويرد داخل هذا البلوك ويرد يهمنا الويرد الموجود عند هذه الأدرس بالتحديد وهو ويرد مكون من 32 بيت إذن السيجمنت البيتش مابين نستخدم جدولين السيجمنت تابل والبيتش تابل السيجمنت تابل نستفيد منه بالحصول على البيز وذلك بالزهاب إلى العنوان الموجود في السيجمنت نمبر بعد الحصول على البيز نجمعه إلى الرغم الموجود في البيتش فيلد لنتحصل على الأدرس المطلوب في البيتش تابل داخل هذا الأدرس نجد البلوك نكتب البلوك بالقرب من الويرد الموجودة في اللوجيك الأدرس فيتكون لنا الفيزيك الأدرس نذهب مباشرة إلى الفيزيك الأدرس لنتحصل على الداتا المقصودة وإلى اللقاء في الدرس القادم وإلى اللقاء في الدرس